هنا سنرى جوجة الأمثلة لكيفة البندويت ستتعامل مع الصور في جوجة الحالة في المثال الأول سيكون لدينا شخص لا يعمل بالباكبوينتس و سيديفري لنا إيماش فيها 1400 في العرض لأي جهاز يأتي منه الزائر و في المثال الثاني شخص سيخدم بالباكبوينتس و سيديفري لنا ثلاثة الصور فيهم في العرض بالتتالي 918 1098 و 1400 و سيجعل المتصفح يأزل الصورة المناسبة على حساب الزائر من أشمل جهاز جاي نبدأ بالحالة الأولى من الشخص الذي لا يعمل بالباكبوينتس و سيديفري هذا الإيماش في 1400 في العرض لأي جهاز يأتي منه الزائر في الموقع عدد الزوار في هذه الحالة سنفترض أنه جاءت 3200 زائر من الموبايل 800 فيزيتور من الطابلت 100 فيزيتور من اللابتاب و 540 فيزيتور من الدسكتاب لذلك أعطينا مجموع 4600 زائر الذي سيأتي أكسيد على هذه الصورة وهي 1.2 جيجابايت لتسهل كدد البندويت نضع حساب عادي لكيف وصلنا لهذا العدد وهو 1.2 جيجابايت في المجموع أخذنا المجموع الزوار في الشهر وهو 4600 زائر و ضربناه في 350 كيلو بايت وهو الحجم الصورة اللي فيها 1400 في العرض وهي نفس هذه الدليفرات للأجهزة كاملين سيعطينا في الخارج هذا العدد بالكيلو بايت نحوله بالجيجابايت و سيعطينا 1.62 جيجابايت لتسهلكت من البندويت إذا افترضنا عن الاستدافة أعطينا 20 جيجابايت في الشهر للبندويت و سنحيطه منها لتسهلكنا و في هذه الحالة سيعطينا 18.38 جيجابايت الخلاصة هنا أنها استراتيجية لما نعمل ببريك بوينت و ندليفر نفس الصورة Left Dimensions و في 4600 زائر كيف لم يكن الجيجابايت و استهلكنا 1.62 جيجابايت من البندويت نبشيه بالحالة الثانية لذلك الشخص يعمل ببريك بوينت سنجعله نفس المعطى بالنسبة للعادة للزوار الموقع اللي هو 4620 زائر بالنسبة للصور الناس اللي ستأتي من الموبايل ستدليفر عليها الصور اللي فيها 618 في العرض اللي ستأتي من الطابلت ستدليفر عليهم 1098 وبالتالي اللي ستأتي من اللابتوب أو الديسكتوب بجوجهم ستدليفر عليهم 1400 مجموعة البندويت التي تسهل كاتف هذه الحالة ستعطينا 0.57 جيجابايت كيف ستدري الحساب في هذه الحالة لذلك لا تدرينا نفس الصورة لتدليفر على الأجهزة كاملة يعني كان صورة مختلفة لتدليفر على حساب الجهاز نأخذ عدد الزوار الموبايل اللي هو 3200 و نضربه في 75 اللي هو الحجم الصورة اللي فيها 618 في العرض نفس الحساب بالنسبة للحالة للطابلت نضربه 1098 في 140 بالنسبة للصورة اللي فيها 1098 في العرض و 100 نضربه في 350 بالنسبة للابتوب اللي اخذ الصورة اللي فيها 1200 في العرض و في الأخر 520 فيزيتورز للدسكتوب اللي تدليفرات لهم الصورة للـ 1400 نضربه العدد في 350 المجموع بالنسبة للهدش كامل ستعطينا في الخارج هذا الأدد بالكيلو بايت نحول الجيجا بايت و ستعطينا 0.57 جيجا بايت لتسهل الكاش من البندويت نفس الحالة في المثال اللي من قبل إذا افترضنا ان الاستضافة اعطينا 20 جيجا بايت في الشهر للبندويت سنحيط منها للسهل لنا و في هذه الحالة ستعطينا 19.73 جيجا بايت الخلاصة هنا انه استراتيجية دينا نخدمه بـ Breakpoints و ندليفره صورة مختلفة في Dimensions مختلفين 4.640 زائر و السهل لكنا عدد القل للبندويت اللي هو 0.57 جيجا بايت و لكي نرى الاختلاف مبيل الحالة بجوج فاذا لم نخدمنا بالـ Breakpoints خسرنا 1.62 جيجا بايت من البندويت فاذا نخدمنا بالـ Image Breakpoints خسرنا 0.57 جيجا بايت من البندويت اللي كانت تعني بأنه فاذا نخدمنا بالـ Breakpoints ربحاتنا 1.5 جيجا بايت من البندويت هذا الشيء لماذا؟ نخدمه بالـ Breakpoints دائما ستربحنا البندويت كثيرا